موسيقى السلام عليكم مشاهدين الكرام عدنا والعود أحمد أهلا وسهلا بكم معنا في هذا العدد الأول من برنامجكم الرياضي ديزت سبورت هذا البرنامج الذي نعود إليه بعد غياب امتد لأسابيع لعدة اعتبارات منها ظروف شخصية مرت علينا عدنا إليكم بضيوفنا الكرام ومحللين عدنا إليكم بالشفافية والموضوعية عدنا لمواكبة مختلف الأحداث الرياضية الجارية حاليا في كرة القدم الجزائرية هنا في الجزائر بدوني أن أطيل أكثر أسعد بالترحيب بضيوفي الحاضرين معي في الأستوديو يحضر معنا المدرب والتقني مصطفى بسكري مصطفى أهلا بك السلام عليكم وشكرا للدعوة وعيدكم مبارك إن شاء الله سنكون بالفيدة في هذه النحية والجمهور التي ستبع في الحصة هذه عدنا بعد غياب طويل كوتش كما أقولك المهم عدنا أدك ما كان أدك ما كان شكرا لك شكرا لك كذلك يحضر معنا الصحفي والناقد الرياضي حسين جنادي حسين أهلا بك أهلا وسهلا تحية لك وليك كل المشاهدين وعودنا والعودو أحمد وبالمناسبة أنا كانوا بزاف اللي كانوا تصلوا بي لأنني عندي مدة مظهر كانوا يتصلوا وكانوا يراصلوا وكانوا يقولوا لي ما السببنا؟ نقول بأنها ظروف خاصة وبعد ذلك جاء شهر رمضان يعني في رمضان حبينا باش نبتعدوا شوي على الحديث في هذه الأمور واليوم الحمد لله عدنا وإن شاء الله ستكون عودة محمودة محمودة بإذن الله إن شاء الله يخص الله معنا مصطفى مازوزي يخص مازوزي نحن نؤكد للمشاهدين الكرام أن مصطفى مازوزي سيكون معنا بإذن الله في قادم الحلقات غابة لعدة ظروف سنكون هنا اليوم للحديث عن مختلف المواضيع من بينها زيارات الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيج إلى عدة أندية هنا أندية البطولة الوطنية ذهب إلى الغرب الجزيري إلى الوسط هنا أندية العاصمة إضافة إلى الشرق وحتى شبيبة الصورة هناك زيارات متعددة للناخب الوطني سنتحدث أيضا عن كأس الجمهورية القرعة التي أوقعت مباراية نارية فيها سنتحدث عنها اليوم بالتفصيل سنتحدث عن الظاهرة التي عادت لظهور مجددا العنف في الملاعب سنتحدث عن الكثير من النقاط رفقة محلليننا أبدأ بك حسين، حسين الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيج كما سبق وأن سلفتو الذكر قام بعدة زيارات إلى عدة أندية الرابطة المحترفة الأولى ذهب إلى نادي بارادو، ذهب إلى مولودية وهران، إلى شبيبة الصورة، شلف، قسنطينا يعني عدة أندية ذهب لها كيف ترى هذه الزيارات؟ هل هي روتينية أم أنها زيارات تنم عن اهتمام كبير من الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيج؟ يا أخي، هذا الناخب الوطني هو ناخب جديد، عنده عقد يتجمعه مع الفيدرالية، قبل توقيع العقد كانت مفاوضات طويلة، كانت كل واحد أملى شروطه، يعني كان برنامج، عنده برنامج تعامل، لأنه نظن بأن هذه الزيارات هذي رهي جاية من خلال برنامج العمل انتاعه، اليوم زيارات هذي رهي يمشي يشوف تدريبات، يشوف الملاعب، يتعرف على مدن، يعني يلزم يكون هذا الشيء، لأنه ما كاش كيفاش تكون انت ناخب وطني في بلد ما، وانت بعيد على الدور انتاعهم، بعيد على الفرق، بعيد على المدربين، أنا نظن بأنه هذي تدخل في برنامج العمل التاعه، وانا نشوف بأنه شيء إيجابي، شيء إيجابي لما يتنقل الملاعب، يشوف مقابلات، يشوف لعبين، يشوف طريقة العمل التاع المدربين، يشوف هذه العمل، لليوم هذا الإنسان جهنى باش يخدم، مجاش باش يجي مثلا، مجاش سياحة، يعني مجاش غير مثلا في المناسبات التاربوسات تاع المنتخب الوطني، يجي التاربوس يلعب مقابلة أو ثنين ثم يختفي، مزيد وشوفو على شهر 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 شهر، هذا هو، أنا نظن هذا هو اليوم عندك أجرة، عندك عقد، ينزم تشرف العقد انتاعك، والعقد ذلك فتشرفه بهذا الخارجات، بهذا التيلة، على كيفية العمل في الأندية، تشوف الملاعب، تشوف كل شيء، هذا أيضا يحفز ربما اللاعبين، شوف هذا البطول؟ لا، هذا شيء أول يعني مدرب اللي در هذا الشيء، كان المدربين سابقين يعني في المنتخب الوطني، دروا نفس الشيء، كانوا يتنقلوا الملاعب، يشوفوا التدريبات، يحضروا، كنا نشوفوا مثلا، أقول لك مثلا وقت اللي نوزيتش، أو اللي جاء بعده موركيف، يعني كان أحيانا يشوف زوج مقابلات في اليوم مثلا، تشوفوا في المساء في ملعب عشرين أوتوا في الليل، تشوفوا في تزيوزوا، تشوفوا يعني كانوا يتنقلوا ويشوفوا اللقاءات، شوفوا وهذا هو عمل مدربين، هذه أمرهم أنا شيخ مصطفى، يعني هو أدرى بهذا الأمور مني، ولكننا نظن بأن هذا هو العمل، هذا هو العمل الصحيح، القاعدة الذي يجب أن يتوفر في المدرب، أنا رأيي الخاص، يعني إذا كنت تذكره فالكلام اللي كنت قلته در ضجة كبيرة، لما قلت بأن كالناخب الوطني من المفروض يكون هنا في الجزائر، لتبع كل شيء وهذا هو الكلام الذي قبله ولكن اليوم نظن أن هذا الناخب الوطني يمشي في الطريقة التي كنت أمت منها لكي أرى مدربة شكرا لك حسين كوتش مصطفى عندما ترى هذه الزيارة كمدرب مدرب سبق لك الإشرف على عدة أنليا على الجهاز الفني الاتحادية كيف ترى هذه الزيارات؟ هل هي روتينية؟ وهل سيكون لها تأثير كبير على اللاعبين الناشطين في البطولة الوطنية؟ سيكون بالنسبة حافز لهم عندما يرون مدرب المنتخب الوطني الأول يأتي لمتابعة المباراة ويزورهم أيضا هي أول ما هي روتينية هي جزء من العمل ذيالو العمل تعولي باشرح عنده بالطبع عنده مشروع لعب عنده ثقافة لعب اليوم خلته يروح يشوف الأندية يتكلم مع المدربين يشوفوا شوى الفلسفة تعالى المدربين هل يعني نتماشى مع المتطلبات تعالى المستوى العالي في كورة القدم؟ وهل هناك يعني الأندية يقدرين يوفروا للنخب الوطني الاحتياجات ينتظر منهم مثلا كما نقوله للتست على الأقل من ناحية البدنية هل تتطابق مع المستوى العالي؟ هنا هذا اللي رأيسنا فيها النخب الوطني على هذه اللي قلتلكم راهي شروتينيا راهي عامل جزء من العمل اللي تتعوا لأن اليوم اللي يكون فيها عامل هدفي عامل تمهيدي التمهيدي أنك تشوف اللاعبين وتمدل فرصة لكل اللاعبين باش يغدوا إن شاء الله كش ما يصيب اللاعب واللاتنين اللي قادرين باش يكونوا لأن ما ننساش ما نغلطوش روحتينا اللاعبين يراهم اليوم خاصة الشبال يراهم جايين للمنتخب الوطني وينشطوا خارج الجزائر عندهم مستوى بس به مستوى يعني راهوا بعيد على المستوى تعالى البطالة الوطنية وإحنا الناخب الوطني الجزء هذا راح يشوف اللاعبين كامل يتكلم مع المدربين ويشوف هل فيه إمكانيات باش يندمج اللاعب أو تنين لأن حتى يعني في السابق وتكلم مع لها الأخ حسين لبعض المدربين كانوا يديروا هذا الضورات يشوفوا اللاعبين يشوفوا المباريات ولكن في آخر المطاف شفنا في الفريق الوطني اللاعبين كامل جايين مليه ولهذا اللي احنا نتمناه يعني يحفزوا اللاعبين وحتى المدربين يعني يتحفزوا ويقدروا يوفروا للفريق الوطني على الأقل لاعبين أو ثلاثة اللي ما يشيكونوا في المجموعة يعني من غلطوش روحتينا باش ينديو لبعض اللاعبين ومن كما ما عطوش الفرصة باش يلعبوا ما يشاركش كامل ما يشي كما الإنسان باش كما نقوله إحنا باش كون عنده حضور من نجم حضور ما يشي الحضور في الحضور بالطبع هذو هما اللي للأمور اللي لازم تكون إن شاء الله أما بالنسبة لهذه الضوارات اللي هاو يدير فيهم نظر بلا رهي عادية لهذا يعني باش يمد الفرصة وراه يشوف باللي العامل هذا رح يبدأ منهم لأن اللاعبين منشته على أوروبا يعرفهم كامل وعنده المساعدين اللي معاه يعرفوا البطولة الوطنية وين خدموا من نبينا الأخ نبيل اللي ينتمنى له يعني حض سعيد مع الفريق الوطني هذا الشيء هذا كامل رح يخلي باش يزرب كما قلو ويتقدم بسرعة باش يكمل الفريق الوطني تنافسي لأن اليوم ما قعدناش وقت كبير لعندنا تصفية كأس العالم ومباشرة تقريبا تصفية كأس العالم أمم إفريقيا يعني هذا الحمار عندنا أقل من العام حسين رح تكون بطولة إفريقية والبطولة الإفريقية نعرفه هذه كما قلوك ربما حديث أحد آخر كوتش بالنسبة للحديث عن مثلا اللاعبين نحن نرى كثيرا أن التشكيلة والتعداد الكامل للمنتخب الوطني يتكون بنسبة ربما 90% من لاعبين محترفين هل ستكون كما يقول تدعيم كبير من البطولة المحلية أم سيكون هناك بعض اللاعبين فقط ده البطولة المحلية أول قبل الشيق بل ما نقول له لعابين ملاعبين هل كان فيه تحليل على البطولة الوطنية هل يوم ما درنا تحليل على البطولة الوطنية نقولوا ضعيفها نقولوا مليحة ماشي مليحة وش على أي أساس نقولوا مليحة هل درنا فيها كما يقول لك الإحصائيات فرطية جماعية من ناحية يعني لللعب وشنو هو الإيقاع تعلاب وشنو هو يعني المنظومة اللعب اللي تعالى الفرق اللي هي تلعب لأن اليوم الكرة الحديثة عندها مصار المصار التحشكولي هي كما يقول يخطط له تخطط له هي المديرية التقنية الوطنية اللي مع المديرين التقنية للأندية يعني يشوفوا وشنو هو يعني فلسفة اللعب الجزائر لأن احنا نتكلمه يقول لك عندنا الكورة الجزائرية الفوتبول فوتبول ألالجريان وش حبي يقول هذا الفوتبول ألالجريان لازم يفعله وش عندنا عندنا كيفاش اللعب التاني نلعبه اليوم علاش ما قدروش لعب أساسي في الفريق الوطني إذا باش نعمروا به يعني القائمة هذا ما هو شي ونقول استدعية من البطولة المحلية المحلية كذا هذا هو لازم أول شي لازم نحللوا البطولة الوطنية دي في تحليل من كل الجوانب لأن اليوم البطولة الوطنية لما نشوفوا المشاركة انتعنا في البطولة الافريقية اللي حد الآن رأي من 2014 حسين وينسطيف بطل افريقيا يعني اليوم عندنا 10 سنين لما الحقناش يا ربانا اتحاد العاصمة لا شمبيونز ليك ماناش نتكلموا على أخرى اليو اس ما ان شاء الله وزيد يعني ان شاء الله هذا العام ان شاء الله العام يزيدوا بالله دوزيان فوق يسيهم بثابات ان شاء الله ان شاء الله عندهم حد كبير ولو أن المباراة اللي رأي جاية ما هيش سهلة ولكن إمكانية التقنية اتحاد العاصمة عندها إمكانية تقنية باش تزيد تروح للنهائي ولما لا تتويج بالمراتين يعني شكرا لك كوتش حسين هل تعتقد قبل قليل قلت لي انه بيتكوفيتش يعني العقد هل هو اللي يعني جعله يذهب الى هذه الزيارات هل تعتقد انه ربما هو اراد هذا الامر ام انه طلب من هذا شوفي على حسب المفاوضات يعني احنا ما علبناش في المفاوضات كيفاش تمت المفاوضات نظن بان هناك الاتحادية يعني قدمت يعني شروط انتحها وهو ايضا يعني يكون قدم شروط اكيد يعني اليوم ما يقدرش الاتحادية يفرضوا عليه شيء اللي هو موش مقتنع به لانه كي تروح وتولي العام الميداني يرجع للناخب الوطني اليوم مثلا ما تقدرش الاتحادية يتقولوا رح شوف فريق الشلف ولا رح شوف فريق مردية وهران وهو موش مقتنع بالفكرة نظن بانه هو يعني راو كاين يعني انسيجام بينه بالاتحادية وحتى نغيز ربما المدرب المساعد أيضا طبعا هذا الطاقم فني اليوم نظن بانه يعني هو راو مقتنع بهذا الشيء اللي راو يدير به هذا الشيء ما نشوفش بانه راو يدير به كما نقول احنا بالعامية فوق القلب لا راو يدير بشي اللي راو مقتنع به صحي يعني هذا الامور راو نقشوها لبالي لما تفاوضوا ولما داروا العقد ديجا كانوا كانوا خرجوا بعض البنود تعال العقد وقالوا بانه هو اشتفقوا كيفاش يشارك في البطلة المحلية كيفاش ينسق مع المدربين كيفاش هذه هذا الامور ما اتفقوا معهم اكيد اتفقوا عليهم اكيد تبقى حاجة انا اليوم ذوك الشيخ يعني يهدر على اللعبين تعالى البطلة المحلية احنا مثلا انا والشيخ منا نحن راوح نشوفوا مقابلة في كرة القدم انا ما نقدرش نشوفه اشي يشوف هو لانه هو كثقني وكفني يعني انا ربما يعجبني لعب اللي ربما هو يشوفه هذا كل لعب اخر واحد في المقابلة ربما هو عنده نظرة اخرى على ذاك اليوم نشوفه مثلا الناخب الوطني لما احنا نقولوا كان يقول لك اني سمعت يعني بزاف اللي رام مؤخرا قول لك هذة الزيارات مش رح تنفعوا معناش لعابين معناش بطولة معناش لا نقول لك ربما يلقى لاعب ربما رح يكتشف لاعب ما نشح في المظرات تاعوا لللاعبين كيفاش دائرة ربما رح يجيب لنا لاعب اللي احنا ما رنش دائرينه في الحساب خلاص مثلا مدني مثلا مدني لعب شباب قسنطين المدافع عندما تم استدعاء اثيرت ذجة كبيرة حول استدعائه لماذا وكذا وكذا نبي النغيز عند مروره بإحدى الحصص التلفزيونية قل لك أنه الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش شاهد كان يريد لاعب يلعب في قلب الدفاع بالرجل اليسرى وهناك أيضا في البطولة الوطنية هناك لاعب واحد هناك عبداللاوي الذي يلعب بالقدم اليسرى على ما أظن هذا ما تحدد عليه هو لأن الناخب وكنش تكلم معنا نقطة مهمة جدا حسين لأن الناخب كيفاش يشوف يشوف على حساب المشروع تاللعب دياله هناك لما شاف يقول لك نلعب باللعاب اللي عنده اللي يلعب بالرجل اليسرى وين راه رايح راح يباش كيما يوجد المنظومة تلعب 3-3-3-5-2 وين يلعبها واساسكيو اناكسيال كو تيقوش يلعب اللي بيقوش تيقو اناكسيال قريبا هذا البعد دياله باش يوجد إذا صاب لعابين في هاد الاخر راح ياخد هاد المنظومة ويلعب بها وإذا ما صاف راح ياخد عني منظومة واحد دقرة والمشروع اللي بتاعه راح يتغير حسب اللعابين اللي يكونوا عنده لأن ما نجموش نقوله هاد المنظومة أحسن من هاد المنظومة المنظومة تخضع لمن تخضع الى لعابين إذا قادرين يلعبوا هاد الى توليف اللي عندك انت اياف بالطبع كيما يقول لك النيفو الالقاليتي هست أنه قسم uh اللعب اللعب و toggle موان يتقضي ясی لا أحسن اللعب 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 كان بن سبيني وكان اللي كان هو اللعب ضد الكاميرون ودخل آريال جوش توبة حتى هو يقدر يلعب يعني رح يشوف كامل هالنس توبة يعرفه ويعرف بن سبيني هذه لأن نظرة الكوتش اليوم رح يشوف أوروبا ما يسيب لعب لعب عم وراء كيف اكتشفوه اكتشفوه في البطولة الوطنية لما استدعية للفريق الوطني المحلي ومن بعد طوله فرصة كان في المنتخب الوطني لا بغض الناظر لما كان عنده لتيتر انترناشونال قدر باش راح يلعب في أوروبا واليوبره مطلوب في عدة عنديها ولهذا هاد الدورة ما رح يش تكون باطل بالعكس الدورة هذي رح يجيب خليه يشوف طبع ممكن يكون لعاب واتنين هذا الشي كما يقولك رح يشرف البطولة والبطولة خرجت لعابين عنيش قلت لك يكون فيها تحليل خرجت لعابين ما نقولوش باللي ما عندناش عندنا لانا لو نشوفه نهائي كأسي أفريقيا 2019 في المدافعين كانوا ثلاثة خرجين من البطولة الوطنية وكاني اللي ما لعبوش في المستوى الأول يعني عالطال عمره ما لعب في البطولة الوطنية وبنزبيني ما لعبش المستوى بالعمري كما يقولون بالله بالعمري يلعب في البياسما في الكوش ياسكا في الناد لا في الله كما نقولو بريمير ديفيزيو بروفيسيونال من الأخرين ما لعبوش كامل بريمير ديفيزيو بروفيسيونال بريمير ديفيزيو دونك البطولة الوطنية فيها العابين الناخب الوطني ولا المدربين هما اللي يعرفوا يقولك هذا فيه إمكانيات باش يكون في المساواة العالية شكرا شوف أنا كان واحد الحادثة يعني تحدثت عليها بزاف يعني أنا مسمعوها كثير أنا حضرت عليها ونعاود اليوم نأكد عليها أنا علاش قلت لك يعني كين المدرب مثلا علاش أعطيتك المثال أنا ولو الشيخ مصطفى يعني ما قادرش تكون عندنا نفس النظراء اليوم اللي يقول لك ما عندناش بطولة وما عندناش لعبين وما عندناش مستوى عليش قلت لك الناخب هذا قادر الناخب الوطني قادر يجيب لنا لاعب اللي إحنا ما عندناش ديرينه في الحساب خلاص بحكم التجربة أنا ما نهدرش كافني ما أنا رانيش فني باش نهدر كافني ولكن بحكم التجربة وهذا الشي اللي كنت هدرته مقبل أنا تذكروا مرة ذاتها مرة كنا راح يلعبوا تصفيات كأس العالم كان محيد دين خالف كان على رأس المنتخب الوطني ومن كان مشكلة في حرصة المرمى راح يجعب حارس المرمى بالبطولة الجهوية ياسين بن طلع ياسين بن طلع يلعب في صالون بابتحاد المدنية يعني الناس قالوا هذا الإنسان مريض هذا يجيب يعني بلاعب بطولة الجهوية راح يلعبوا تصفيات كأس العالم وين راح يديروا هذا جابوا وفي أول مقابلة نذكر مع السيراليون في فريطان جابوا يعني أول تهربوست خلتي تيلر هو اللي لعبه ومن ثمك يصبح لعب دولي ومشال الملاحة نصر حسين داي ومشال يسمع ويصبح يعني تجيب لعب من بطولة الجهوية يعني خليت قاعد حراست على القسم الأول ويجيب حارس مرمى من القسم الجهوي ويصبح هو الحارس رقم واحد في المنتخب الوطني هذي ما يشوفوها غير الفنيين لما نقدرش نشوفها ولكن أنا بحكم التجربة نبقيت ثابت عليها وما نقدرش نساعد على هذا نقول لك بالناخب الوطني يعني من خلال تتبعوا لهذا المقابلات وهذا راحين ربما نكتشفوه مع مورو الوقت ربما راح يجيب لنا لاعب أو اثنين كما قال الشيخ اللي احنا ما لاعبوش نعم شكرا لك حسين حسين في سياق يعني زيارات هذه على الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش ومتبعاتي لعدة لقاءات كيف ستكون نظرته خاصة ربما للعب يوسف بليلي لعب المنتخب الوطني الذي غاب عن التربص الأخير كيف سيتعامل معه سنرى ربما يوسف بليلي مجددا في المنتخب الوطني أخي هذا القرار شوف يعود للناخب الوطني أولا يوسف بليلي يجب يجب يدير حاجة في باله بأنه يلعب في فريق اسمه موردية الجزائر يعني موش أي فريق هذا موردية الجزائر تلعب في فريق كبير فريق عنده اسم عنده تاريخ عنده جماهير عنده يزم من تأول أن تكون من ضبط لأنه اليوم رانا كل المقابلة نشوفه بليلي هذا مشاكل مع الحكام نظن بأن بليلي ديجر وتجاوز ثلاثين سنة اليوم يبقى لكش تبقى تصرفات الصبيانية هذه ومع الحكام يعني وش رح تستفاد من هذه التصرفات ونزيد اليوم السمعة على الفريق تلعب فيه تلعب في فريق كبير فريق اسمه موردية الجزائر اسمه الجزائر موردية الجزائر اليوم زيد المنتخب الوطني راي عندك استحقاقات راي عندك تصفية كاس العالم عندك تصفية كاس الفريقية اليوم تلعب من المفروض تفرض وجودك باللعب اليوم انت بالخدمة بالتدريب بالانضباط نحن نوين نزمت بينا اليوم تدورتا أكتب في المستطيل الأخضر حاجة أخذ أخرى ما كنت مسؤول على الحكام ما كنت تلعب مسؤول على الحكام غلطوا ما غلطوا شكائن لما خلصت المقابلة والسيتي خسروا في بلادهم ما شفت شو واحدة مش عند الحاكم ما كاش ما كاش ما كاش واحدة مش عند الحاكم عادي جدا حين نصفر الحاكم ما تشوف الناس الجليدية والشرطة رايحة عنده ولا يش اللي حقول هذا الشي كنا نهضر ملك وش غير على بلايلي 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 على عينة ولكن بلايلي كلاعب دولي وبالإمكانية اللي عنده الله يبارك يعني رايحة تشوف هوجال هذا العام للمولودية واحدة ودار الفارق اليوم تشوف المولودية يعني شارف كبير لذلك يشوفوا البطولة تعنا شوفوا دائما ملعب خمسة جولية مقتضعة آخرية هذه ما كنا تشوفوا سنوات سنوات آخيرة اليوم رايحة نشوف البطولة تعنا رايحة يهضروا عليها في الخارج رايحة تشوف هذو كل يتيفون يديرهم الأنصار يعني شي البطولة تحذ الموسم مختلفة على المطولة السابقة لكن حسين هل سيؤثر هذه التصرف هل ستؤثر على عودته للمنتخب الوطني طبعا خاصة أن المدرب أجنبي شوف نحن اليوم نعرفوش العقلية تحذ المدرب هذا المدرب رايحة في كل مقابلة رايحة يوسف بليلي هل التصرف التعب يوسف بليلي يقبلها هذا المدرب هذا كان يقبلها ويتحملها رايحة يقبلها عادي ولكن قادر ما يقبلش هتتصرفت قادر ما يقبلش يكون عنده لعب من هذا النوع لأنه اليوم يوسف بليلي حتى في مولودية الجزائر قادر في أي مقابلة تخرج ببطقة الحمراء تأثر على أصحابك إيه يعني المقابلة الأخيرة ويدات تيلمسان مع ويدات تيلمسان رغم أن ويدات تيلمسان ينعبوا في الدرجة الثالثة ولكن يعني أظهروا يعني إمكانية ما شاء الله يعني اللي ما يعرفش الفريقين يشوف مقابلة ما يعرفش وشرام يلعبوا يقول لك هدوزوش فيه رقمي القسم الأول مكاش منها يعني فريق من القسم الأول وفريق من القسم الأول ولكن تخيلت له كم بليلي يخرج ببطقة الحمراء الشي رح يأثر على أصحابه المباراة القادمة إيه قادر المقادمة ما يلعبش قادر اليوم انتهي حافظ على نفسك حافظ على فريقك حافظ على هذا الجمهور اللي رايش يتجع فيك ودار فيك ثيقة يحتارم الجامعة يحتارم المشاهدين اللي رايشوا في تليفيزيون يدبقاش انتهي بهذه التصرفات اليوم ما ركش اللاعب صغير جايقال جينيور وطلعوا سينيور ما زل ما عندوش خبرة ما يعرفش نتارك العب في أوروبا العب في الخليج العب في المنتخب الوطني توشتها بالألقاب خلاص هذه التصرفات نحيها اليوم انتهي لعب وسكت حتى الجماهير انقسم التعليه يا أخي انتهي يكون من ضبط العب العب فقط انتهي انتهي العبيين لنا وشكين كما يقولوا فيه رجليك وبقي اذاك حاكم مغلط ولا حاكم تعمد الخطأ ولا هاي اللجنة راقبة وكاية اتحادية كاية الرابطة كاية الله يسأل عليهم انتهي خدم خدمتك ونهارني تخدم خدمتك وبعد ما كاش اللي راح يحسب حتى انه رقدوا العدة تلاعبين صغار ربما وشان ما نقوله اليوم من اليوم كاين كاين للناس انا نعرف في وقتين ما انا كتبتو حدستاتوي هاي اللي بلايلي ما اذكرتوش بالاسم قلت ان شاء الله هالخبر ما يكونش ركاين منه لان اعطوني معلومة من قطر قالوا باللي افيردو باجو وكذا انا وش كتبت هذا شي اللي كتبته قلت ان شاء الله هالخبر ما كاش من من هذا وش كتبت ما كتبت لا بلايلي ولا دي يعني الجزائر تقلبت عني الناس كانت تحب بلايلي صح ولكن اليوم انا نشوف يعني ندخل في وسائل التواصل الاجتماعي دي نشوف الناس كلها تنتقتي بلايلي وعليش تتخلي الناس تنتقدك ما تخليش الناس تتقسم عليك ما تخليش الناس تتقسم ما تخليش الناس تنتقدك ما تديرش المسؤولين في حرج اليوم كان يقول لك العقوبة اللي اخذها بلايلي تعزج مقابلات يستهل كثر علش هتقولوا غرزج مقابلات ما تديرش الناس في حرج خدم خدمتك خدم خدمتك وارضي الأنصار تحال الفريق وليلي هذا العام قتلك يعني موليدة الجزائر رهي ما شاء الله يعني آداء مميز رايد دير فينا تأيج كبار والعام الجاي وليما نشوفه في رابطة أبطال إفريقيا ونشوفه العام الجاي بهذه العقلية انت تروح ان شاء الله في رابطة أبطال إفريقيا بهذه العقلية تلعب في الملاعب الإفريقية ما مستحيل مع الحكام على بالك رغم يستنوه غير فيك قالش كون أحسن لعب في هذا الفريق قال لا 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 لعب رقم عشرة فولان يستنوه فيك عد دخلك ولك أيا برة أراك خليت فريقك أنا نتمنى يعني إن شاء الله إن شاء الله هو يعاودي يعني ولو قصدين ولا حبيت تقول طبعا يقصدوه أنا نقول لك يعني الأفريق في إفريقيا كل شي وارد قادرين فرق المنافسة يوصلوا عليه قال هذا خرجوه النبل حمر يخرجوه عادي حتى وما يدير خطاة كبيرة يخرجوه ويدلوا شفنا لعبين من قبل في فرق جزائرية لعبوا في منافسة قرية خرجوهم الحكام في حيالة تقول هذا علش خرجوه ما يخرجوه خرجوه شكرا لك حسين كوتش كيف ترى هذا الأمر كيف سيتعامل مع النخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش مع يوسف بليلي لاعب نعرف كلنا نعرف إمكانياته نعرف يعني مستويته المميزة قدم الكثير للمنتخب الوطني سواء في كأس أمم إفريقيا يعني هذه التصرفات التي نراها في كل مرة يعني هي تؤثر عليه هو الأول هو الأول المتضرر من هذا الأمر أنه ما رحش يعود يقول لي للمنتخب الوطني كيف ترى هذا كوتش دأبين دوا وراء تتعندك فريق هل عندك اسمه مرافقة ذهنية أسكو عندك بريباراتور منطال ساسي تريز أمبورطن شوف العلم اليوم اليوم عندك أنك كومولو تريتي تريتي لك هدايا بس كشفنا بالليلي في الكوب دافريك ما تصرفش هكذا العب نورمال ما رحش الله ربيت ويجري موراه ولا هدي في البطولة العكس بالليلي هدل عمبرك مشي مداري هكذا بالليلي مشي مداري هكذا العب في الجزائر العب في تونس العب في الخطر هكذا ما في سعودية في فرنسا يعني ما سبب هذا في فيلات لازم تدرس شخصية الإنسان هذا ما هو السبب لما تصيب يعني لكوز يقول لك باللغة لكوز هاي في لكوز ورهم لازم نشيب لكوز ونعالجهم باش كما نقول لك نشوف واش من الدوان ينطيه للسيد هذا من نحية المعنوية هذا المكان لأن بليلي من نحية التقنية نجمو نقوله ستان جوار تكنيكمو تريفور مليح مليح على المعنوية المعنوية يجب أن يكون أموية المعنوية في الإكيب كامل لا شيء غير هو برك لأنه يجب أن تعرف عقلية كاملة على اللعبين ديالك باش كيف تتكلم معا كيف تحفزوك كل واحد كيف يتحفز لأنه عندك عشرين لعاب عندك عشرين شخصية تحفزوك 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 كيف تحفزوك تحفزوك بالطبع كيف تحفزوك تحفزوك Västream بشيات على ال другие ج larva وجدobook لآخر ruk اتبOUT انتونج قد حسين نتلعب 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 دخل انتتلعب جميع 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 الجميع في هذه الرجل موضع تعالى هذو قاع مدابين تقولون كيش تحب تلعب في الفريق يحفوك نجم الفريق طبعا كامل يحبوه لذلك يجب أن يتعامل هذا القاتل بسيكولوجيك ونبحث عن القاتل منطال ما عندناش مختصين هدو ما في الفرق أنا كما كنت سأل هل عندهم إذا عندهم ويتصرف هكذا يجب كما أقولك يجب كما أقولك هل كما أقولك الرول بتاع الكوتش منطال هل يتنخدم هل يحفوك يحفوك مع أنه لقد سألتك اختبين أمنا صحات Gesundheits من المطبع الطلولな نفسية بوجد انها ترتع في حالياً عند حالياً في الوحيد المتحدود وهذا الشخصيد هو الاني يجب التحليم بالطبع ايضاً للصف واللخفوة من الممكن أن يقولون ايضاً جالس الناس لا يعتبروا أنهم بشأنوا مدعوش بالجانب النفسي 00.etty sanat 00.19. كان هناك رفول كان يحقون كامرون كان يحقون كامرون كان يحقونس بالفلك كان يحقونون على الفلك كان يحقون كذلك كل ذلك كل ذلك من اليوم يحقون الوحيد نحن لا يقوم بكفرات والكوفرات. لذلك يجب أن يكون الحكومة والسعودة من المتعاملين لتعامل المكتور الضبار لإعادة المجتمع لأنه مستعد لإمكانه فيه. عندما نحن نقوم بإمكانه التأثير المدرب لتعامل النبو. لتعاملنا على اللعب البطولة لنتمتعوا ونرى اللعب للبزن. كوتش ما هو تأثير المدرب ربما على هذا الأمر أنت تقول لي من الجانب النفسي إذا كان الجانب النفسي نقوله ما كاش هذا المختص اللي ممكنني يعالجه ولا أنت عطيت حل بارك الله فيك يعني ما هو تأثير المدرب بالنسبة لللاعب التاعه أليس لديه سيطرة على لاعب أنت مدرب شوف اليوم التدريب عندنا زوج كانت تدريب الفئة الشبانية احنا نقوله يفوتران بيداغوب آه يا الله وكيف يمكنك التدريب عندنا زوج المدرب هذه الميطولوجية نوفية هي الاندراغوجي الاندراغوجي هذه هي تخدم بلس إكسبرينس تعالي جوار تاعك الزاكي تاعو كيفاش تخدم معاه اليوم عندك برترباشون في الكوتي هذا اللي تتكلمنا عليه من ناحية التقنية ما عندك ما تهضر تطيلوا لقاش تاعو توريلوا لاخور تبريباريه في الانترينمان يعني كما يقولك لشمان ديالو وين يكون فور وين يكون هادو تزيد كما تجسدلوا ترنفورسي كما يقولك لزاكي لفورس ديالو هادو هما اللي يقول سيلك كوتي مانتال سيفري تيسايد دو بارلي ما أسكو الانترينمان هادو مختص أسكو درس لابسيكولوجي إلا مانتال أسكو درسهم إلا درسهم لازم يشخص لابسوناليتي إكس ولا إيغرق كي تشخص هادك تعرف كيش تعمل تعرف لسنسبلتي مني نجيبو شكو لي يقدر كيما يقول كي تسيطر على يقدر يكون influent عليه أسكو سيلي أسكو سيلي أسكو سحابو أسكو تنطرين تيسايد أسكو تنطرين أسكو تنطرين أسكو دان كالباس كي تنطرين راني شوفو بارليزم لحو نيو شكو لي كيما لليدر تعل مانشستر سيتي تيبر كورديو سيلي لليدر دو لليكيب كي حاطة لليجوار قضاء قدامه كي كوني هادر شوف لليجوار السيبيولوجي لليجوار يمكنك لليجوار 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 هو يأثير على لعب مونتاليست مش حبيبت تطوله قبل من راح الفاصل الشيخ قال للقالية تعب الليلي هذا الموسم فقط اللي شوفوه يتصرف هذه التصرفات من حكام وقال هل مثلا فريق الموذي عنده أخصائي ولا أخصائيين يعني اللي يقدروا هم يشوفوا الحالات تعب الليلي ولكن تصرفات بليلي في الفرق اللي لعب معها من قبل عمر هم كانت تصرفات العيقاب تفهموا لأنه لا تذكروا لما كان في السعودية الفريق انتعوا لما جهنا عن الوهران كانوا تصلوا به وتفهموا معاه ورسلوا له طائرة خاصة باش تديه منهم الجزائر الطائرة لما نزلت في وهران تصلوا به قفل لهم الهاتف يعني وما راحش أنا نظن بأنه في برست يعني كي كان في برست ماكملش الموسم يعني عقلية هذية أنا نشوفها عقلية في برست ماكملش الموسم هل تشوفت هذه الإخصائيين في برست ما كيش أنا نظن كائنين مثلا في قطر أيضا ماكملش معهم في نادي قطر كيما أنا قلت لك في السعودية يعني وكش تحتلل الغارمة المالية ذيك اللي داروا له أنا نظن بأن هذه التصرفات دارها في كل الفرق يعني مش يغل مع الحكام هنا ربما في الفرق الأخرى ما قدرش يغل مع الحكام لأنك ربما عقوبات صارمة اللي هنا لقى الأمور يعني سهلة نوع الماء ولكن تصرفات أخرى اللي دارها في الفرق اللي لعب فيهم أنا نظن بأنه يجب أن يراجع نفسه وإن كان مشي سهل نحن نقوله يراجع نفسه لأنه ما يقدرش مدرب اليوم المدربين اللي السابقين ما قدروش يعني يتحكموا في تصرفات بليلي اليوم نقوله مثلا بوميل أو نقوله الناخب الوطني يقدروا مثلا هما ينحولوا هذه التصرفات السيئة نحن نتمنون يعني يتخلص من هذه التصرفات لأن المولودية محتاجين ومنتخب الوطني مثلا محتاجين نؤكد على أنه لاعب يعني متميز لاعب ناجح واجب الآن يعني المدرب هذا الجديد نحتاجه بكل ما فيه معنى كلمة نحتاج هذا اللاعب كمنتخب وطني كمنتخب وطني كمنتخب وطني قادر تسيب لعبي في مكان بليلي لأن المنتخب الوطني موحيك رحل تعالى بتأكيد بتأكيد لكن نعرف مستويات التي يقدمها يوسف بليلي يعني لاعب يتعلق ويبرز في الدوري السعودي عادة قائد المنتخب الوطني رياض محرز كيف ترى أداء محرز مع ناديها الأهلي وسنراه يعني في المنتخب الوطني مرة أخرى بعد الضجة الكبيرة التي حدثت في التربص الأخير حسين وهل من السهل الاستغناء على لاعب مثل محرز يعني ما شيء سهل باش نستغناء يعني لاعب يقول لك ضياء ضرب الجزاء يقول لك نحو علينا ما يسحقوش لا نظلم بأن اللعب محرز يعني وجوده في المنتخب الوطني ما زال نسحقوه في المنتخب الوطني ما زال واليوم رانا معنا خب وطني جديد يعني ما زال ما بينش لحد الساعة طريقته يعني هل طريقة محرز بها الطريقة تاعه لعب محرز ما تنساش بأنه اللعب اللي تكون في أوروبا لعب في أندية أوروبية لعب في أندية كبيرة فزب ألقاب رياض محرز يعني ما يسحقش اليوم باش نورره كيفاش يلعب ولا كيفاش يتصرف ولا كيفاش يعني تكون التعامل تاعه مع هذا الناخب نظر بأنه لاعب محترف يعني كما شوفوه فوق الميدان نظر بأنه محترف دعنيا يعرف كيفاش يتصرف والوجود التاعه في المنتخب الوطني صح هو اسم الأسماء اللي تقدموا في السن اليوم محرز ثلاثة وثلاثين سنة يعني ما راهوش محرز اللي كان في مارشي سرسيدي اللي كان ثلاثة وعشرين واربعة وعشرين سنة واختس وعشرين ولكن أنا نظر بأن المنتخب الوطني ما زال يحتاج محرز نعم ما زالنا يحتاجه حسين هل تعتقد أن محرز الآن في ظل هذه الأرمادة مدرب جديدة هل سيرضى بالدكة ربما لأنه ربما كانت محجوزة سابقا الآن هل سيرضى بوجوده في الدكة خصوصا أنه كان قائد من قبل؟ شوف هي أصلا اللاعبين اللي تقدموا في السن يعني اللي كانت تجيبهم باش تحتاجهم باش تلعبهم لأنك ترحش تجيب لاعب ثلاثة وثلاثين أو خمسة وثلاثين سنة باش تديروا في مقاعد البودلة ولكن نقول لك بأنه اللاعب محترف اللاعبين محترفين هذو أنا شوف يعني أنا شوفنا عدة اللاعبين ما عندهم ش هذي الإشكال لما تديروا في مقاعد البودلة يرضى ويقعد يعني في مقاعد البودلة لكن كان القائد حسين طبعا كان القائد واليوم حتى ويعودوا لي واللي قائد يعني حتى ما كاش اللي راح ينحيله للشرط القائد هذا أكيد ولكن ننظن بأن وجود رياض محرز سواء في التشكيل الأساسي أو كلعب احتياطي أنا نظن بأنه هذا راح يكون في القناع يعني كيفاش راح يقنعوا المدرب بهذا الشي لأنه اليوم المدرب إذا حسبوش عارفنا بأنه كانوا تواصل مع رياض محرز كما هدرنا على المدرب في بداية الحصة والسلامة على الاتحادية وكيفاش تفاوضوا وكيفاش تناقشوا بأمور ننظن بأنه راح يقنع المدرب رياض محرز مع الناخب الوطني راح يقنع مضطر كل عدة نقاط وراء المدرب رياض محرز وراء طريقة العمل تاعه وراء طرح المحرز ومحرز راه يعني أعطى الملاحظة تاعه وكيفاش يأتي دير في بالك باللي باش يستدعى يعني التربص القادم محرز راح يجي مستعد مية في المياه باش يلعب المنتخب الوطني كأساسي أو كاحتياطي لأنه لا نظر بأنه راح يملي شروطه ويقول للعب أساسي أو لماذا يجي لا نظر نش اللي هذية يقول هاو إلا قال هاو لا نظر نش بالناخب الوطني راح يقبل بها ماذا يعني الكلام اللي يؤثر حول اعتزاله مثلاً؟ ايه هو الاعتزال هو راح الاعتزال من قالوش باش يلعب واش قدوش يلعباً قبل بالتأكيد لكن في هذا الوقت بالذات صعبة لا؟ لا لا نظر نش اللي يعتز المحرز المحرز مثلاً يؤديه في دور لبس به في فريق شوفوك كيفاش يلعب اليوم محرز ما تنسى عنده عشر سنوات في المنتخب الوطني ما وش راح يزدي العب عشر سنوات أخرى متأكيد لكن مكانتو محفوظة في المنتخب نعم مكانتو محفوظة اليوم محرز ما نلزمش ننسى ننسى واش قد بمحرز المنتخب الوطني وانا متأكد بأنهم محرز يخدم في مستوى عادي يعني ما راح يخدم في فريق متواضع أو يخدم في فريق يعني مستوى يعني طاقم فني كبير عندهم اليوم تبقى قضية تواجده في المنتخب الوطني انا نظن بلي تواجد رياض محرز المنتخب الوطني ما زال المنتخب يسحقه وما زال يعني له كثير لي يقدم المنتخب الوطني يقدم المنتخب وزيد يعني مع الناخب الوطني الجديد هذا اكيد راح يتأقلم مع طريقة اللعب هذا الناخب ومع التمجيهات شكرا لك كوتش ماذا تعتقد بخصوص رياض محرز مستوياتنا راح يقدم مستويات مميزة مع طريقة الاهل السعودي بعد الفترة الفراغة التي مر بها بعد الخروج من كأس أمام إفريقية وعودته إلى الندي الأهلي الأمر الذي جعله يطلب الإعفاء ربما كما قال هو وقالت وسائل الإعلام أنه غير جاهز لحضر تربص شهر مرسل الفارد كيف ترى قدوم رياض محرز في التربص القادم؟ إن شاء الله يكون يستدعيها أول شيء لازم يستدعيها قبل ولكن فرضية نحن نتكلمه من ناحية فرضية لربما سيكون في المنتخب الوطني رياض محرز تقني ثابت ثابت من ناحية التقنية محرز محرز يعني مستوى عالمي وكبير يسموه كيف؟ نعم يسموه الأخر هي اليوم محرز في الفارق الوطني عدة سنوات هو اللي كان الشارط القائد هو اللي الأخر هو اللي يدور تعلق من ناحية كل شكوم ليدور كيف يصير الفارق يعني فوق الميدان هذا الأمور يعرفهم ومجسدهم فوق الميدان معروف من ناحية التقنية وش رح يقعد ربما؟ المشروع تعلق الناخب الوطني محرز يدخل ولا ما يدخلش في المشروع إلا عيطه هذا وش عاب يقول بل يدخل في المشروع تعلاب دياله يسحكوه الآن الفورمات المحرز هي الي رح تفرض روحها الفورمات المحرز مش محرز الآسم الي رح يفرض روحه الفورمات المحرز هي الي رح تفرض محرز كأساسي أو احتياطي أساسي ما نحن نتكلمولي أنه رح يكون في فورمات عالية يلعب يجيب الإضافة إذا كان في الاحتياط نشوفه إلا في الفريق اللي كان فيه في ليستر سيتي لوليدور سيتي لوميور العام هذا خرج لوميورجوور في الدوري الإنجليزي وأي لعبين في هذا الدوري لما رح للسيتي ابدأ احتياطي أبدو لنيعانا كثيرا من الاحتياطي حتى في السنة الأخيرة حتى النهائي تاع الشمبيونزريك ملعباش يعني التصرف ميهاني هو إراه وتم أجواء بروفشيونال التفينيسيون تاعو في الجو ما هي؟ أنك تتدرب لك خلص باش تتدرب اللعب عندك المسؤول تاعك هو يلعبك ولا ما يلعبكش يعني لا تقول أنا ما نقبلش رمبراسان الكلاب أي المستوى تاعك رح ينينحيوك وعدة فرق شفلاهم اللي كانوا دي ليدور دي كابتان دي كيب لما قال لهم لا أنا لازم نكون تتولى نحاوه منهم بار اقزم ناتي كن اقزم وجفالو ييرو ستي الكابتان دي كيب بتاع الإكيب دي اسباني الإكيب دريال مادريد يناني يلعبوا بقى يزيدوا في الصالر ديالو وقال لهم باللي كي ما قولك في الصينياتور نكون يلعب بوزي قالك باش يديروا للي ديبلوم يكون أجوان في لسلاف يباين لوي كارتي بسكو الكلاب إلي بلي جران كالجور دونك محرز إلي اسيا انتليجان وإلي صاج عارفو بلستانقا كيه صاج يفا كي ما قولك يتعامل مع عقلية المدرب إلا المدرب شاب اللي يلعبوه يعرب اللي عنده المكانات تاعوا الفورمائي راح تلعب محرز وإلا كان في الاحتياط عارف كيفاش يوضفو الجناخ بزوطاني نعم هذا الأسبوع فقط حتت مع اللاعب الغيني ديوارا نظر في بيردر بريمان هو يلعب في ألمانيا لما قال له المدرب بأنك في الدروش في التشكيلة الأساسية ما حبش يبشي معهم الملعب بعد المقابلات كجوزوه وقروا باش يطرد من الفريق ومونع حتى من التدرب إلى غاية نهاية الموسك يعني نعم أبعدا نهائيا من الفريق يعني تشوف سيصالة البروفيسيولية حتى لك خدام تتدرب حتى لك خدام تتدرب في الميدان المدرب هو من يقرر تلعب ولا ما تلعبش ما أدرك إذا كان منتخب المحاسبة والمحاسبة ماشي حاسب اللعب يقول عشماك تلعب ماشي حاسب اللعب ماشي حاسب اللعب ماشي النتائج هي اللي تسلك المدرب والمدرب اللي 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 ما عندو لعب كما محرز والفورمات تاعد كون تسمح له باشي يجي بالإضافة النخب الوطني برعش يستغن عليه ولهذا اليوم رح يكون تعامل محترف مع محترف والفايدة الكبيرة نخرج بها أن الفريق الوطني يسفد من محرز والإمكانيات التاعه إن شاء الله كثيرين ربما من الجماهير أصبحت ربما تفضل عدم استدعائه خاصة بعد المستويات يعني الهزيلة التي قدمها في كاس أمم إفريقية قال لك محرز أنه خلاص يعني عدنا لعبين عدنا بو عناني عدنا باشير بلومي عدنا لأن اليوم أعطيني التافيكة إفريقية ورها اللعبة التي قدمها للإضافة للمنتخب الوطني يعني كلهم كانوا آوت يعني كلهم كانوا خرج مجموعة كاملة مجموعة كاملة اليوم وليس غير محرز صح محرز عليش نشوفه محرز لأنه هو القائد وهو النجم وهو نفهم نشوفه المحرز ولكن المجموعة كلية كانت خرج مجلة الغطياء أنا ذاك ننظر بأنه هذا الشي باش غير هكذاك وقال هذا ما نزيد وش نسحق فاوهوديك لا هذا موش تصرف فهنا نظر بأنه محرز مزيد حسين هناك الكثير من التقارير أفدت بأنه رياض محرز من الممكن أن يعود إلى أوروبا ربما من بوابة ليستر سيتي ما رأيك في صحة هذه الأخبار وهل ترىها جيدة بالنسبة لللاعب مثلا لأن الكاثينيين يقولوا مباراة في الدوري الإنجليزي لا تساوي مباراة في السعودية وكذا يقولون؟ دوريين مختلفين يعني الدوري السعودي رأي رقم واحد في العالم بينما الدوري الإنجليز دوري الإنجليز رأي الأول في العالم بينما الدوري السعودي الآن مصنفين يعني في المرتبة السبعة وعشرين عالميا اليوم أنا أحترم أن أتحطوا على دوريين مختلفين ولكن اليوم ما تنساش بأن محرز مراوش هذاك الشاب الصغير طموح يعني اللي يشوف في المستقبل اليوم محرز نظر بأنه في المستوى العالي نظر بأنه مقالوا وش يزيد وش يزيد يمد زيد حاجة محرزة عليش خلا موشستر سيتي ومشى للسعودي لأن القضية قضية مادية أنا نظر بأنه مشى مادية يعني اللاعبي الكبار اليوم في أوروبا اللي يمشوا للسعودية مشوا من أجل أموال ما كالشي آخر ما يقول لكش باش نطور إمكانياتي بنياتي لأنه منزيمة أحسن لعب في العالم باروندور خلا الريان ومشى للسعودية كريستيان ومشى للسعودية اليوم هذي اللاعبين مشوا لأجل الأموال هل محرز يسمح في الأموال في السعودية ويعاودي ذدور الإنجليزي أنا ما نظر بأنه سيقول له الدور الإنجليزي هذا رأييك الشخصي أنا نظر بأنه سيقول له الأموال ما سيكون له يواصل في الدور السعودية ما قولك أنت كوتش هل سنرى بماريض محرس فيه دولي؟ هي فرضية تين كين فرضية الأولى أن يعود بش يعود ربما يرفع المستوى التي عود لأنه 26 قريبة ماذا به يلعب في المستوى العالي إذا إن شاء الله أنت أهلوا كأس العالم يكون هو في المستوى العالي لما يكونش عنده يعني خلل في المستوى ليراح تكون في كأس العالم لابد يكون عندك مستوى عالي وعالي جدا من كل النواع خاصة من ناحية التحضيرية من ناحية المقابلات لأن البطولة الإنجليزية كل مباراة راح تلعبها مئة بالمئة من الإمكانية تتاك ما راح تكون ولحتى المنافس هو يرغبك تلعب بهذاك الإمكانية تتاك أما بالنسبة لين راهي السعودية ولو أن البطولة في آسيا ربما راهم في المرتبة الثانية أو الثالثة في الصنيف في القارة الأسيوية ولكن في القارة بالنسبة لأوروبا والعالم يعني فيه فرق كبير ولهذا ربما إذا حاب يرجع إلى المستوى إذا ربما يقعد في السعودية هي من ناحية ربما المالية وهذا من حقه لأنه كما قال لك عنده 33 سنة باش يأمن ربما يعني المسيرة أنت كاملة وإحنا واش نقوله؟ إحنا نقوله هو اللي راح يخير ويشوف أي الموضوع اللي راح يخرج عليه إحنا نتمنى هنا شخصي نتمنى يعود يرجع إلى الأوروبا لي باش يرفض المستوى على الأقل 35 سنة 35 سنة ممكن تعني ما زال عندك العطاء لو تقعد يعني مداومة للتدريبات لتعلى المستوى العالي في أوروبا وعند المباريات لتعلى المستوى العالي لما تلعب ضد إذا راح لليستر راح تلعب ضد لليدو مونشستر راح تلعب للاسينا عندك يعني مقابلة قوية يعني هنا تلغمك باش ترفض المستوى تاعك من كل نواة من ناحية التركيز من ناحية البدنية كل هذا الأمور راح يأخذها بعين الاعتبار وإحنا نتمنى هنا شخصيين نتمنى يعود يرجع لأنه لو نتأهل إن شاء الله لكأس العالم على الأقل عندنا لعاب يعرف لأنه ما يكون عندهم مركب نقص أمام لعابين كبار راح نلعبوا معهم في كأس العالم لأنه لما تلعب الفريق راح يلعب يقول لك عندهم أحسن لعاب ربما في أوروبا اللي هو محرز يعني راح يديلك حسابك راح كما يقول لك تت 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 تقدر تت عندك المساوى عليه تعرفه تعود عليه ولهذا أنا شخصيا مدى بي يعود يرجع إلى أوروبا شكرا لك بالحديث عن المباراة البارحة أمام بين ريال مادريد ومشيستر سيتي هل كنت ربما ترى رياض محرز في تلك المباراة يعني كان ربما سيساهم لو كان محرز هو الأكل ساهم اليوم محرز محرز مانشيستر سيتي الحقيقي محرز 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 المحرز اللي نعرفه لأن الشيء اللعب داوي اللمسا يعني الجيني هذي كلها تجدي الجيني اللي يتمكن لها دانيار باس ولو أن سيتي كانوا عندهم فورص أمس ريال مادريد ريال مادريد ربما بكن شخص إسبانيا أمس ريال مادريد تعطيليان لأن المنظومة اللي لعبها منظومة الفكرة ايطالية الو شيلوتي اللي دار هذي الفكرة اللي لعبها لأن وش اللعب هو ما لعبش ضد ماشيستر سيتي لعب ضد غوارديولاد لأن المباراة تأمس فكرتني في مباراة بارسولون الانتر دي ميلون في نفس النهائي في كامبنو وين نفس المنظمة اللي لعب بها مورينو في الانتر دي ميلون ضد بارسولون وبهذه المنظمة اللي الانتر دي ميلون فازت على بارسولون وتأهلت للنهائي وفازت بالشامبينز ولهذا نظن باللي كانت مباراة ما بين مدربين اسمه غورديولا قعد بنفس الفلسفة تاعه الاستحواذ والمحاولة المورور اللعب داروا كل الشيء خatه عالم التدريب البارح غورديولا وجولولا وجولولا بالطبع يعني كانت كما يقول لك كان مباراة تعالى شطرنج كانت مباراة تعالى شلطرنج ننتا تدير هكذا ندير هكذا ننتا تدير هكذا وما ندير هكذا من النحية كما يقول لك كما تعمق شوية في السيستم دي فانسي في أانسي لولتي اللي كما يقول لك كانوا يلعبوا بزاف ديف messingو و وحد مور one وبعد عندك كما يقول لك لأفرماتي انكاري ويند سلطان دفنس كيفاش كنير يكادرين لبنان كيفاش كنير لقل مساحات يعني ستيكي ماغول بلسكي شكرا لك حسين شكرا لك كوتش مصطفى مشاهدين كرام وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم دمتم في أمن الله وحفظه السلام عليكم اشتركوا في القناة